ميدي ماد لخبار صحيح والكل ما حر صباح النور على سلامتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدي ماد لتلافة أحدشمائي 2021 تونس نهار ودقيقتين إيكيب كاملة ترفقكم معاثف العدد سابريل من وراء الكونسور محمد التهار في التسوير والإخراج الرقمي إيمان مدحي لطفي العمير وإبراهيم نستي من قدام الميكرو صباح النور لطفي أهلا بكمان أهلا أبراهيم أهلا بجماعة مستمعية راديو ماد وميدي ماد إن شاء الله نعادوا ساعتين بهين وإن شاء الله يا ربي ديما نعاودوا ونكروا وربي يخفف علينا هال الهامات الصعبة وردوا بالنا وكيما تعرفوا الناس يقول لها نقعدين نتجولوا ونشوفوا بلاد تقريبا مدينة أشباح رغم أنه ناس خرجت بطبيعة حالة وتمردت على القرارات الحكومية لكن حتى اللي يتمردوا بربي رجاء أنت مردوا في إيطار الانضيبات يعني ردوا بالكم على صحتكم بصحيح يلزمك تخرج وتاكل وتقلع خبستك وخبص صغارك لكن تنجم تعمله مضوما وانت ردد بالك على صحتك وانا صحت صغارك برهوم سبحانه مستمعين ومستمعات لما يليلت الشك تعرف قبل في عهد بورجيبة كان ديما بالحساب جابنا عليه عمل أمر رأي يا ليه ما كانتش وقت بورجيبة بالحق نعرف قبل لا بالحساب إنسان كارتيزيان نعرف قبل بعام تلاثين ولا تساو عشرين لا دائما لا يعطيك ما يفهم الموازن هي عندك عشر ايام بليزموها عشر ايام لونك دائما بالحساب نعرف وقبل لا بعام ما اقتش عيد الفتر يجي وقتش رمضان يجي بنع لي الله يرحمهم الزوز جاء قال نعملوا الرؤية مع الاستئناسي بالحساب ولكن احيانا شفنا يظهر لي في السنة الفارتة وللسانة اللي قبلها أنه مفتي الجمهورية ما شافش الهلال ولكن وقت اللي شاف السعودية عيدت قالوا حتى هنا نعيده فبحيث الليلة وطبيعة الحال توا حسب علماء الفلك وخاصة مدينة العلوم يقول لك راهوا العيد مبدئيا مهار الخميس ولكن يقول لك الكلمة الأخيرة تبقى بسماحة المفتي الجمهورية وكلمة المفتي تقعد تابعة للسعودية إذا كمش تعلن السعودية ربما الناس كل تعالى مبدئيا يخصلك معناها كيف تساس البلاد بمعنى أنه وقت برقيبة كانت لأمور تمشي معناها وفق رزنامة فلاكية يعني تقريبا بمعطيات علمية دقيقة مفروض الشعوب تتقدم تتقدم في التوليش العلجة هذه احنا مع ابن علي معناها في هتار مغازلة للإسلام والدين بسفة عامة تم تقريبا التراجع على الشيء هذا واليوم العلم ينتظر في موافقة والتزكيات وقول لك الكلمة الأخيرة عند المفتي رغم أنه مثلا نعيش في ظرف وبائي وواضح أنه العلم هو اللي مفروض عنده الحقيقة معناها ورجال الدين شوفوهم معناها تقريبا ينفون كسيبير خطرية حتى علمياً راو علمياً يعني حتى علمياً راو ما فيهيش تتجيل ولا رو حكيت اقتران القمر وقيم أنت حاجة محسوبة يعني الغيز والتاها هي اللي بيش تتشاف من قبل المفتي ما هو بش نلقى خدمة للمفتي خطو المفتي شي عام كامل عنده ثلاثة أربع مرات يا طلعتوا هسي قلنا راو غدو عيد وبعد قلنا هدو رمضان وعنده وثلاثة مرة في الشهر وقابل ساعات هاك لاي سنعمل حاجة سنلقح وعلى ذكر التلقيح بربي عديد تساؤلات قاعدة جينا يوسرا بن علي تقول بربي عليش مركز التلقيح المنزه مسكر أربع أيام وما قالوا شي للناس اللي جيت والرقم الأخضر ما يجاو بش حتى نلف التنتباه إبراهيم المركز زيد دار شبيب علينا كيفيف مسكر من في الصف قدام وغيره تكون مسكر اليوم لا أما مش مسكر أربع أيام هذا مش معقول وعليه مسكر مسكر نار العيد أنا قلت الخبر بوهيت الذي كفر يعني كيفاش تسكر أنت أيامات الكوبيد كل أربع أيام مع أنت نهارين قبل العيد ونهارين بعد العيد ما في ذلك نهار العيد هذا غير مقبول والناس اللي بعثونا ديزي سميز بداريخ اليوم معناها الحل التفسير الوحيد أنه ما عندهم مش تلقيح قال عنا مائتين وثمانين ألف جرع نأ إي إنتي عندك وتيف ليامات هذه للعباد معناها مفروض تنمشي تلقح وتلقح على راحتها وكيس كيوم بيش عليش عليش تسكير ما فهمتش أنا قرر التسكير عليه المعنى المنظومة طبعا في الإزاس اميس بدات إيجا لأونز إيجا لدوز بينصور العيد يمكن نتفاهموك يقولوا أول عيد وثاني عيد مثال شي خواسك خميس وجمعة وسب إي أما يقبل عليهم يقبلوا بعد بالك الكور ميديكال فيكون شي وضح هنا ترحنا عن السؤال مفروض أي مصدر طبي منه وزارة صحة يتصل وقلنا شنو ردو على الأسألة هذي ضيفنا باختير من ماضي ساعتين ماضي ساعة بلكش يكون عندو ليجيبا مهدي مبروك عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا أستاذ علم الاجتماع سنو ساعتنا لولة تكون مؤثة بجملة من الفقرات حكياتنا فاش تحكينا جوالآخروها من التصريحات في الكلمة بالكلمة نختمو بما قال اليوم شكرا على اختيركم مواجهة الصنكات بو اشتركوا في القبر والكابان تسمعنا على 100.0 في نيبل والحمامت تابعونا على www.radiumetunisi.com بلغي يضحك الرئيس الحكومة تعلم الرئيس الحكومة أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بثلاثة أيام عطلة وذلك أيام الاربع الخميس والجمع اثناش لطاش واربعتاش وتتم مراعاة طريقة تنظيم العمل المقرخ خليفة الحجر الصحي شين بالنسبة لأعوان المكلفين بحساس استمرار بالنسبة هذه العطلة ما لعبية تقعدها في الدار يخرج بيين يقول هكا ومبلوز بيها حتى كان العيد تعطي فينها الاربع لباس اربع وخميس وجمع وسبت وزيدهم لحد ألوح كنس قاعدة من هالاثنين ويخرج لك بيين أنا تليس يقول كريك أخدوه بش تقعد ما بش نبقى خدمة لتخدمها لحكو كيما كوني نحكيو على المفتي صبرك يا ربي حكيتنا دونسيت فاش تحكي مر الكلام سيلوتي ما عاد شاي في بلادنا عاجبني ما عاد شاي في بلادنا عاجبني غير لحنين لترابها غالبني نرقى دمبات نسب وكيف نصبح نلقى هواها وريحها جالبني والصوت لح ديد وغلالها كي تضبح ودموح على خدودها تعاتبني نرمي لقلم نحلف ما عادش نكتب نلقى لح جر في وادها كاتبني نعلق عليها نقول ما عاد نطلب نلقى شجرها وابخرها طالبني نصرخ نقول كرهتها ونا نكذب ويظهر علي عشقها مع الذبني وفي حضنها نتبالع سوما نهرب مهما الزمان في حبها كوعبني ومن اللي صغير عليها نغني ونكتب بدمي ودموعي وربنا حاسبني ما عاد شاي في بلادنا عاجبني غير لحنين لترابها غالبني هذا اللي عندي ما نقول قصيدة رايعة للشاعر الكبير شاعر تونس لازهر الظاوي ما عاد شاي في بلادنا في بلاد عاجبني كتبها في قفصة سبعة مايي 2021 ولي كتبه لازهر الظاوي ليه ولي كتبه لازهر الظاوي تحس فيه برشا يحسوا فيه برشا تحس كإني قدام بيرو ما جديد متاع تونس يعني ينطلق من هو يعكس نبض الشارع التونسي يعكس نبض التونسي كل معناها بصراحة كل ما نقرأوله تفرهيده معناها فانحيوه على هالمواكبة على الأقل للشعرية للأوجاع وللمحن وللغسرات اللي قادة تعدبها تونس مدام سياسيين ما يتكلموش هو على الأقل شعراءنا يصدعوا معناها بأشعار تمسنا معناها في القلب تسعة وثلاثي الرقم هذا هو اللي تم تسجيله حالة الوفيات منذ يومين الرقم إن شاء الله بشر بكل خير بعد ما وصلنا فتنا للمياه غبطنا لتسعة وثلاثين هذي ربما نقطة إيجابية ولكن راهي ما تغطيش هي كالشجرة التي يجب أن لا تحجب الغابة لأن وصلنا اليوم نتهم منذ يومين إلى احدشن الف وربعمائة وثمانية وثمانية وثلاثين حالة وفات وإلى ثلاثمائة وواحد وعشرين وثمانية وثمانية وثلاثين إصابة في الأثناء شفنا أحنا وأنه فمه بطء في عملية التلقيح اللي انتلقى تنهار ثلاثتاش مارس بطء هاي توقف التو جمل ثلاثتاش مارس اليوم حداش تقريبا تو شهرين تلقى فقط خمسمائة وثلاثين الف وثلاثمائة وثمانين مركة تم تلقيحهم بمن في ذلك الخذاوة دوزيام دوس الجرعة الثانية أهلو وعدد المسجلين بدأ يرتفع شوية في المنظومة بتاع إيفاكس اللي وصل لتو مليون وستمائة وثلاثين الف وخمسمائة وثلاثة وعشرين ولكن دائما دون المأمول شفنا أنه الحكومة شرعت يعني في وماذات تحسيسية ولكن بصراحة والله كان ما عملتهم مش خيرة كل وماذات التحسيسية خيك الفضيحة لعملينها ما نعرش شمية معناها في عرض تعمل سمحني براين فكيتلك الكلمة نقول لها بالعام ما نعرش تقال ولا ليه غداد لطفي ما نبيرا حذا قال تشلكت حتى نقول غداد اليوم معناها القريحة لحكومة خرجت أخي بما فينا شو أربعة من الناس قاعدين على طاولة متاع قمار والأخر يقولوا أنا بش نقمر على والدي وإنا يقول له أنا ما عندي علش شنو هيك شفت كيف هيك شنو هيك هذي هذي المشكلة من عرش البارح صارت تقريبا عركة بين عائلتين قبار إذا مش زوز عروش في سليانة والعركة هذي انطلقت بعد مخسر واحد منهم في طاولة قمار ما foraker حكومة جي تعمل على طاولة انت على قمار انطلق قمار أنا ما نعرف ماGrandjang زعمة هي تقولك اللي معناها لليوم المقاهي الشعبية هي البؤرة الأولى اللي تفاشيل لعدوى وأول مقاهي الشعبية بطبيعة الحال ما فيهاش كان أطراح الشكوب على الجو وعلى القهوة فهها بطبيعة الحال أطراح متع الرمية ومتع البازقة والرون على الفلوس. مش يا لتفي بيبي غض النظارة على طاولة لخمار شنية الرسالة اللي تحب توصلها انت من خلال الوام ذا دي كانا شفتها الحق وانا بدي اتفاجأت قلت هل هذه رسالة باش توصل للمواطنة يا لتزابي مش تتفرج وتتأثر وتبكي وتخاف كانوا تحسكي ان هالبلاد قاعدة تقدر نصفر معناها وكانوا معناش مبدعين ومعناش ناس معناها شركات كبيرة انتاج متاع الوام ذا دي عنها راو معناها كفاءات معناها كبيرة جدا نجمة نادي لزوز كلهم اسيد يجيبوا لي تصوركم اربع خمسة وام ذا والله لم يقدموها لك بلاش وتكون عندها معناها كما نقوله جدوى معناها مباشرة على الناس والله على ذكر هذي يا لتفي المفروض باش تتفرج في السبوت اذيكا تكون قايم باش تمشي للقاهوة تفرج في السبوت اذيكا وتقوله يفك علييا والله يا وخوفوني شد بلاسي ونقل بتي تزابي وتسكر التنفي في القراني خارج والله يتلقى تنشي تعم القاهوة باش تنسى السبوت اذيكا يا لتفي يا ايمان والله يتلقى شباب احيانا اللي خرجلك ابداع والله ينقرأ ان البارح ما والبارح نهار عشرة مايه عش تعرف ان البلدان اللي تقدر وتحكر الرموز متاعها بو نسبت اربعين سنينها وقت الوصل المتيران للرئاسة دونك كبرى وسائل الاعلام والصحافة الفرنسوية خاصت ملاحق وخاصت برامج خصوصية عد قاعدوا فركس وشكون صاحب اكسلوجان بورتوري ذيكا لفورس ترانكيل لقاوها شابة تخدم في اللي كيب دو كوم تعمل تيران اللي هي طلعت بالفكرة قالت ميسيومي تيران يتوجور ترانكيل اه تياه يلاين فورس ترانكيل اه تياه دونك سيلا فورس ترانكيل شفت كيفاش شابة صغيرة فهمتنا احنا توه ما عندكش اجانس دو براس اجانس دو كوم تنجب تمشيلها تعطيك برشة مقترحات ومتا تقعد عليها كالمقترحات اللهم اللي اذا كان جات هذيك اوفر مش عبال دوفر اوفر من اي طرف سواء داخلي ولا برا هذي المصيبة متاعنا المصيبة متاعنا كونه ما نلتجوش لاصحاب الكفاءات راهو تلقى كفاءات شابة هان يقول لك عديدك مثال وعنا امثل عديدة في تونس الشباب يطلع لك بافكار ما تجيكش عن بياه خاصة تنحن ايه يورا واسمع ابراهيم تصور كامل احنا تفكروا رئيس الحكومة وقت يجبد على الفنانين المبدعين قال اضم الناس اللي فرهدوا فينا دونك هذي اذا رئيس الحكومة هكا يرى الفن وهكا يرى البداع اللي باش يجي بعد وكله يدخل في الاطارة ذاية تلقاش انتي اليوم مجلس فلدي فيه مثلا مستشار فني اللي على اقل يحافظ هذيك علاش انا باش نجيك لنا تشوفي مداخل المدن وكوارث اللي قاعدين يعملوا فيهم ويصرفوا عليهم فنفلوش معناها وانتي كي تراهم بصراحة كي نرجع كلمتك انتي مش معنا قل ما يوقع فيهم انهم غداد ما عدا بعض استثناءات اللي قاعدة تصير في بلاديات يدور لي بعض البدليات تابع البنزرت فما مجسمات تعمل ستة وستين كية فما في المقابل تلقى الكوارث عليش امشي للبوزارة يودي تحبش تصرف امشي للبوزارة امشي للزارة امشي للزارة امشي للزارة يا بنتي خي تواب ما عناش في كل القرية فنانت يا وتبركلة موجودين في داخل الجمهورية وفي العواصم وفي كبرى المدن موجودين قادم قول اخويا شكون ميش حب يعمل مجسم هات شكون يحب يعمل ومضة تتعملها في الفيسبوك تو تهبط عليك معناها كشتا عنا فروخ معناها في التقنيات الحديثة فيها في الانجفوغرافية والفوتوشوب وغيره وغيره ينجم يعمل لك بداع مالورزما ما فهماش تواك تجي المجلس بلدي متلقاش فيه شخصية معناها فنية باش هو على الاقل يشرف على التناغم المعماري اللي في المدينة ذيكة في البني في كذا نجيبوا مقاولين ونجيبوا بتاع الشوان تخموا البني دونك ارمل سيمان دالة ورخصة اما الجمالية بتاع البني هذي معناها تقريبا غايبة في الاذهان هذك عليش تواك تدخلي من المدن تلقى البلاد كلها هي جور بمعارش نوع يعني قبح قاعد يستشري في تونس بطريقة بصراحة غير مسبوقة لانه في اخر اهتمامات المجالس البلدية الولاية الحكومة هو هاك الفنان اللي يتنجم تاخذ رأيه وينجم يكون عنده رؤية جمالية لعملية البناء هذي ذي كان ثم بنا شو ما كان خدمه بالغيال يمشيوا لك العائلات اللي تشويت في خمسة وستة وسبعة من الناس واندثرت تمشي تاخد التم وانياج معاهم اذا كان يمس يعني الحقيقة اليوم ما كنا نقولوا للحكومة تحرك اتصاليا فكان قاعدة تكاكة ما تحركتش لانه اليوم اعتباطية وارتجيل وفشل على جميع المستويات نوصل مو ادارة الازمة على المستوى الصحي معناها في مستوى الاجراءات والتلاقيح والتجهيزات وجلب الوكسجين وغيره نزيد عليها الجانب الاتصالي في هذا كلها كان ينجم يتقبل لولا انا نعرف واحنا كاتوانسة اللي عنا مين الكفاءات ما تحزدك عليه الدول الاخرى في جميع المستويات اذا اللي يوجعك واللي دمرك تقول تتعم معنا الناس كمبيتون قاعدين حطينهم عطوش ولا كفاءات هما اليوم صناع القرار واهل الحل وربت في تونس خاطر ما يقدموش فروض الولاء وطاعة خاطر ما يقعدوشو ما يحكيوشو ما يقهوجوشو ما وينوكو ما يمسجوشو وعلى ذكر المجسمات اللي كنت احكي عليها والقبحة متاعنا متاعها عفوا استان لابسيس بالحق الساروخة ذاك منصوب توا في مدخل بلدية الكرم ينتظروا فيه خاصة انتو القدس ونعرف السيف القدس وصار اجتماعا تعمل الامن ببادرة من تونس والصين والنورفاج وواشنطن رفضت تصدر بياه لا مش رفضت وصار التداول معنتها عبر الاتصال المباشر مش عفوا الاتصال المباشر معندها عبر اتصال بسكايب من مقر السفارة التونسية كان حاضر ممثل تونس ومثل الصين ومثل النورفاج ولكن الولايات المتحدة الامريكية قالت لا وعلاش لا قالت تاني قادة عاملة مساعي توا باش تريد والركح الجو فمتني هذا اللي صار معه على الاقل بادرة متاع تونس خلينا بولينفوان حيوا البادرة دية وخاصة ان معها زوز دول الكبار كما الصين والنورفاج وخاصة ان اكثر كونه تمت من مقر السفارة متاع تونس نرجو على الاخر واحد من التسريحات وتشويت في الكلمة بالكلمة اشتركوا في القناة